أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرأة أخرى عزائي المشاهدين في 2008 في الدور قبل النهائي الأول خلينا نرجع شوية لـ 2008 في الدور الثمانية سنة 2008 في الدور الثمانية بطولة أمم أفريقيا طبعاً منتخب مصر في دور الثمانية كان بيلاقي منتخب أنجولا ومنتخب ساحل العاج في ذلك الوقت كان بيلاقي منتخب غينيا في دور الثمانية وخلي بالحضراتكم لو تفتكروا الفترة دي كمان كانت غينيا عائلة بنجورة عثمان بنجورة وإسماعيل بنجورة مهم يعني منتخب كودفور كسب منتخب غينيا 5-0 5-0 مع الرأفة لو تفتكروا يعني ده رجبة فاكرين لما قاعد يعمل كده ويعمل كده الصورة شهيرة ليه موجودة يعني ومنتخب كودفور كسب 5 ومنتخب مصر كان بيلاعب أنجولا وكسبنا اتنين واحد بالعافية خلاص والتقى المنتخبان منتخب مصر ومنتخب سحل العج في 2008 في الدور قبل النهائي وكلنا بقى كنا قاعدين مرعوبين يعني كانت حال الجميل المصرية كلها نفس يعني اللي احنا سمعينه دلوقتي أو نفس عشان كده أنا دايما بقول لحضراتكم أو بشبه اللي حصل نفس الظروف ظروف متشابهة لكن ده هيبقى في دور الستاشر وده في الدور قبل النهائي ويأذر لمنتخب مصر منتخب كبير جدا ومنتخب كودفور منتخب كمير جدا ومصر كانت مرعوبة والناس وننكلم اللعيبة الدنيا كنت بلعب ساعتها في الوقت كنتش منتخب كنت بلعب يعني في النادي فكنا بنتكلم الناس وبعني برافو عليكم بقى لانتوا كده اللي انتوا عملتوا كفاية وبتاع وفي 2006 حتى لو خسرتوا في كودفور ما عندناش مشكلة مش هنبقى متضايقين وبتاع والأمور مشت بهذا الشكل أنا بقول لكم كواليس كان بده تحصل مع المنتخب معنا وزملائنا يعني في ذلك الوقت في هذه الفترة منتخب مصر دي تسعين مباراة خلصت ومصر كلها فرحانة ليه؟ لان منتخب مصر فاز على منتخب ساحل العاج كم؟ واحد؟ لا اتنين؟ لا تلاتة؟ لا اربعة؟ ايوا لو تفتكر اربعة واحد اول جون احمد فتح الكرة اللي بالعرض وشاطه عمل قاعدت تلف تلف وقامت داخل الجون وخبطت في كذا العيب وداخل الجون عمر زاكي تاني والتالت النجم محمد ابوتريكا الجون الرابع وهم جابوا اعتقد عبدالقادر كيتا لو تتفكروا شوطة كده من كبلعف نادي ليون الفرنسي في ذلك الوقت كلنا كنا بنتابع كرة القدم الاوروبية وبنتابع كل لعبة كودفور الحياة في ذلك الوقت فتخيل حضرتك نفس الموقف اتمنى طبعا ان منتخبنا يستطيع ان يفوز اربعة واحد نفس الظروف اللي انا بقولها دي حصلت هذه الايام احنا فوزنا على السودان واحد صفه بالعافية ومنتخب كودفور بيفوز على بطل افريقيا وبطل العرب والمرشح الاول لهذه البطولة اربعة واحد ثلاثة واحد والربعة تلغى فالظروف هنا قريبة من بعض الظروف متشابهة حتى حالة الجماهية دلوقتي لما تيجي تفتح الفيس بوك ولا كل وسائل تواصل اقتماعي هتلاقي كوميكس وهزاروة بتاع ان احنا حنخسر وحنخسر كتير ومش عارف مين حياكل ايه ومين حيعمل اهو هي دي اللقطة اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليها درجبة لما في ماتش غيني يعمل كده ويعمل كده وبتاع الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسبهم اربعة في ذلك الوقت زي ما قلت لحضراتكم احمد فتحي وعمر زاكي هدفين ثم النجمة بوتريك الهدف الرابع وهل يستطيع منتخبنا ان هو يعمل كده ايوه منتخبنا يستطيع ان هو يعمل كده نفس الكلام ونفس التشابه الظروف في كل شيء الحقيقة لو تفتكروا حتى طبعا مواقع التواصل الاجتماعي ما كانتش بالقوة زي دلوقتي ولكن انت دلوقتي شوف بقى الناس عملت التاريخ يلا رجالة هتشوفوا هترجعوا امتى يا جماعة خلي عندنا تفاؤل الفترة اللي جاية خلي بالحضراتكم دي حالة سلبية بيتم تصدرها لللاعبين حتى لو حضراتكم بتهزروا خلينا بالعكس خلينا ايجابيين خلينا نقف انا شرحت لحضراتكم ماذا قال حافيز الدراجي مبارح الاول مبارح فيه هزيمة منتخب بعد حافيز الدراجي بعد فوز منتخب كودفور على منتخب الجزائيل اربعة قال لهم روحوا استقبلوهم في الجمهور الجزائيل روحوا استقبلوهم استقبل الابطال فالحقيقة يعني كلام اتمنى اتمنى ان يكون هناك وقف النهاردة وبكرة وبعده بس مع منتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة الصورة دي احنا خلينا درجبة واحد من اعظم اللاعبين في العالم في ذلك الوقت ان هو يعمل اللقطة اللي حضراتكم شفتوها دي يعمل اللقطة اللي حضراتكم شفتوها دي اهو بيعود في الشبكة اهدي الفراعنة اللي احنا ننتظر ان هما نشوفهم ان شاء الله يوم الاربع القادم في ساعة ستة كلنا مصر كلها انا متأكد ان مصر كلها هتبقى في ظهر منتخبنا ان شاء الله يوم الاربع القادم في هذه المباراة الصعبة جدا ان شاء الله ربنا يكرمنا وانا استطيع ان نصل الى الدور القادم ان شاء الله من خلال الملعب يوم الاربع القادم وخلي بالحضراتكم انا بتفائل بالحكم الاسمه جانجاج ده الحكم الكنغولي يعني وحكم مباراة السوبر الافريقي للنادي الاهلي والرجاء فانا بتفائل بي يعني انا كاهلاوي يعني بتفائل بي وإن شاء الله يكون حكم جيد في هذه المباراة يدي المنتخب مصر حقه ويدي المنتخب قدفور حقه ما عنديش مشكلة خالص واللي يكسب يكسب إن شاء الله منتخبنا يستطيع أن يفوز واللي يكسب يكسب وربنا يكرمنا يا رب إن شاء الله يوم الأربع في هذه المباراة صعبة جدا جدا جدا